بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة ان شاء الله في المحاضرة هنتكلم على ديفايس بنسميه او اختصاره اي 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 اه طبعا الديزاين ده او ديفايس ده هو في الاصل هو معدل وظفته ان يعدل الخاصة بالضوء يعني ضوء داخل تمام هيكره كنته او شدته مختلفة طب هيعتمد على ايه هيعتمد على ميكانيزم الابزوردين انه استخدم لها قدرة على الامتصاص فالضوء اللي داخل الماتيريل هتنتص جزء من شدته تمام وبالتالي يبقى الاوت هيبقى قيمته او شدته اقل من الايه من اللي داخل طيب الامتصاص ده دايما بيميزه معامل الامتصاص اسمه الفا او تمام كده فالفكرة انه شيء طبيعي مش هيبقى قيمة واحدة هيبقى قيم كتير عشان تقدر تحصل على كذا شدة لانك انت عايز تعمل يعني تجنريت اعود تبو different intensity فالفكرة هنا ان الابزوردين الماتيريل بتاعتك او معامل الامتصاص الماتيريل بتاعتك اللي انت هتستخدمها المفروض يبقى بتغير وعشان تغيره بتقدر انك انت تغيره عن طريق انك انت تسلط جهد على الماتيريل فما انت ابلعي جهده على الماتيريل قيمة الابزوردين كوفيشنت هتختلف وطالما اختلفت يبقى الاعود انتنستي هتختلف وبالتالي يبقى انت حصلت على الاكترو اوبتيك ابزوربر موديوليتر موديوليتر بيتحكم في الانتنستي بتاعته الضوء عن طريق الابزوربشن ميكانيزم عن طريق انك انت تأثر على الابزوربر ده من خلال الاكترك فيلد او من خلال اوبوت فولتش طيب تعالي نتكلم على اه نتكلم على البلوك دا جرامل اللي قدامنا ده البلوك دا جرامل اللي قدامنا ده بكل بساطة انبوت هو داخل على ماتيريال ليها اسمه دي تمام وليها اسمه الفا والابزوربشن عبارة عن لوحدة الطول وبالتالي الاعود عبارة عن ايه عبارة عن مضروف في ايه والسنوائز الفا دي لاحظ بقى انه الالفا ده زي ما انتفقنا ده عبارة عن معامل الامتصاص لوحدة الطول فلو كان الالفا مسلا وقيمته واحد لكل متر يبقى كان الوقتي الدي ده ايه لو عشرة متر يبقى القيمة دي اسمها ايه عبارة عن واحد في عشر. بايس? مش كده? لو كلمنا ان مثلا الالفا دي عبارة عن الف لكل واحد مايكرو. فلو كان ده مسلا واحد مايكرو فيبقى القيمة دي عبارة عن الف في واحد مايكرو وهكزا. فيبقى الالفا بتتقاس لوحدة الطول. طيب اتفقنا ان الالفا دي لو اتغيرت اعدى رحصل ان القيم بتاعتي زي ما انت شايف اهو ده ممكن يتغير. والكلام ده قلنا ازاي? انه صلت على الماتيريا الجهدي كهرابي زي ما انت شايف كده. طيب تعالى نقول آآ مثال. ونشوف ايه البرامتر اللي بنحسبه ونحكم بيه على الابزوربر. يقول لك لو نفترض انه انا ما اصرتش بجهد خالص. يعني البيكمتو كام? البيكمتو صفر. هتبقى الابزوربشن كوفيشنت وهيكن الفا واحد. وبالتالي يبقى لقى وبتسمو اي امبود في اي والسنايس الفا واحد في دي. لو انت حطيت جهد تاني وليكن في نوت. الابزوربشن كوفيشنت هيتغيرها بقى اسمه الفا اتنين. وبالتالي الابوت انتنستي يعيبعي اي امبود في اي والسنايس الفا اتنين في دي. بلاحظ ان تغير الالفا نشأ عنه تغير الانتنستي. لو اسمت بقى اقصى شدة هتخرج لك. اكبر اوبوت هيخرج لك. على على اقل اوبوت هيخرج لك. لو انت اخترت اكبر اوبوت هيخرج كام. على اقل امبوت اوبوت هيخرج كام. يعني اقصى شدة على ايه? على اقل شدة. يبقى انت كاب تحسب حاجة بنسميها الاكستنكشن ريشو وطبعا بتتحسب غالبا بالديسيبل فيبقى نقول اكستنشن ريشو بالديسيبل هي عبارة عن تين لوج او بو تين تيني سي ماكسيموم على او بو تين تيني سي مينوم مهم جدا تبقى فاهمي الحكاية طب في الاكستنكشن ريشو لأي ابزوربر انت بتصميه مفروض لو انت حصلت على اكستنشن ريشو اعلى من او تساوي 4.3 ديسبل يبقى انت اقول لي عندك ايه عندك ابزوربر قوي جدا كويس طيب بص كده معاين اعملها ازاي ببساطة خالص اهو هندي مثال هنفترض على سبيل المثال انه الفة واحد دي بصفر الفة واحد بصفر وبالتالي اي قصنا الصف بواحد شكده يبقى الابوت يساوي الامبوت اهو الابوت يساوي الامبوت معنا كده اقصى حاجة اقصى ايه اقصى حاجة وبعد نسميها الابوت ماكسموم يعني المادة ما امتصطش حاجة الحاجة التانية هفترض ان الالفة اتنين اللي هو المعامل الامتصاصة الفة اتنين يساوي واحد على دي يساوي واحد على دي معنا كلم مضرب ده ده يطلع الكلام ده بكام يطلع الكلام ده بواحد وبعد اي اوبوت يساوي اي امبوت في اي قص نايس واحد في الحالة دي هفترض ان دي هي ايه المينموم فاليو بتاعتي هفترض ان هي المينموم فاليو بتاعتي لو انا اسمت الاوبوت ماكسموم على الاوبوت مينموم هيطلع اي قص كام اي قص واحد فلو طلع دايما الاكستنشن ريشو قيمته تساوي اي قيمته تساوي اي بالديسبل تعادل 4.3 ديسبل معنا كده انت حصلت على ابزوربر قف ما انت عايز دايما الاكستنشن ريشو بتاعتي قيمتها تساوي اي طيب كده طيب او بالديسبل تساوي 4.A 4.3 طيب الوقتي هنتكلم على الابزوربينج ماتيريال المادة اللي هنتنتصب طبعيتها ايه هنستخدم في الابزوربينج ماتيريال المادة تشيب موصف المادة اللي هنتنتصب المادة تشيب موصف والمادة دي عشان تبقى تتعامل مع الضوء تنتص الضوء هتبقى direct semiconductor بما مش اي مادة عشان بموصل نوعها direct تمام؟ زي مثلا جاليوم ارسونايت زي الانديام فوسفايد دي مواد بتنتص الضوء كويس؟ طيب انت ما تيجي تصمم السيمي كوندكتور هتاخد مادة سيمي كوندكتور جاليوم ارسونايت او انديام فوسفايد او اي مادة ليها يعني لو ابعدها كبيرة في التلات اتجاهات بنسميها بلق لو انت قللت بعض في اتجاه معين بحيث اصبحت زي الشيتس كده تمام؟ في الحالي دي بنسميها كونطن ويد لو انت قللت الابعاد في البعدين بقى عندك بعض واحد فنسميه نانو وير لو انت في التلات اتبعاد بقى اسمه كونطن دوت يبقى انت عندك different skills للسيمي كوندكتور وناخد بالنا من حاجة مهمة جدا كلمة thickness هي ايه اللي يبقى اقل من deprogly with lens وال deprogly with lens يبقى في ranging angstrom يعني انت عندك material مثلا واحد ملي واحد ملي والstickness بتكلم في انه خمسة angstrom عشر angstrom يبقى كده بسميه quantum world structure وهكذا طيب يقولي طيب هل المaterial دي هتمتص اه ممكن تمتص لو انا بتكلم عن bulk bulk يعني حتة كبيرة كده من لها quantum world ولا لما وير ولا حاجة الامتصاص عامل ازاي هنقول الله الامتصاص اول حاجة انه function في درجة الحرارة طيب هنفترض ان انا عند درجة حرارة الغرفة اللي هي ايه تلتوية كيلفن ودرجة حرارة الغرفة اللي هي تنواصر 27 درجة سيليزيس طيب لو درجة حرارة الغرفة هتلاقي الامتصاص بتاعك مثلا في مادة الجليم ارسنايت باشاك بعمل كده بدأ المaterial تنتص الضوء من اول ما سقط عليها لما الضوء يسقط الطاقة دي هيبدأ المaterial بتاعتي تنتص وناخد بلنا من حاجة ان القيمة دي هي قيمة الباندجاب بتاعت المaterial والنقطة دي بنسميها absorption edge اللي بدايتها هبدأ امتص طبعا كل ما الفوتون انرجي اللي ساقط طاقته زادت كل ما انا امتصيته طبعا ما هي اكبر من 1.42 electron volt اللي خاصة بالabsorption edge او الباندجاب بتاع الجالياب ارسنان كويس ودي تبكي لقيمة الانتصاص فاللاحظ انه مثلا كل ما الفوتون انرجي قيمته زادت كل ما معدل الانتصاصه قيمته بتزيد وطبعا انت ما اتفقنا بنقسها لكل واحدة طول يحصل ايه بقى لو درجة الحرارة قلت اهي ده درجة الحرارة ايه ايه لا يحصل الكيرف ده والله الكيرف ده هيبدأ يتحرك لقدام او شوفتك هيحصل ايه هيحصل حركة لقدامنا يعني بدأت تزيد معنى كده بقول لو درجة حرارة قلت انا كنت الاول بامتص مثلا بداية من اول لما درجة الحرارة قلت هبدأ امتص او هغير هزود شوية احتاج طاقت فوتون طاقته اعلى حبة خلاص فده بنسميه هي تأثير درجة الحرارة يعني اما درجة الحرارة قلت انت روحت لفريكوانسيز اعلى يعني انت الصيت ويف فوتون اللي هفريكوانسيز اعلى يعني ويف لينس اقل ويف لينس اقل يبقى انت عامل ايه تقليل درجة الحرارة بيوديك ناحية ايه ناحية البلو لايت لانت احنا عارفين انه لو انا بتكلم على ضوء مرقي فانا بتكلم على ضوء بتحرك يعني فريكوانسي بيزيد او الويف لينس بيين وبالتالي اما بتكلم على فريكوانسي بيزيد يبقى انا بتحرك ناحية البلو شكرا بيسمير في الحالة دي بنسميه بيعمل بلو شفت مع نقصان درجة الحرارة وطبعا اكيد طالما بيعمل بلو شفت مع نقصان درجة الحرارة يبقى بيعمل ريت شفت مع زيادة درجة الحرارة لازم تفاهم الحدوتة دي ان احنا نقول لوقتي ان في ابزوربشن الماتيريال دي هتمتص دوق بداية من اول ما يسقط عليها فوتون لو انرجي بالقيمة دي ويزود الطاقة زي ما انت عايز لو بكلام ده في بيئة عند درجة الحرارة 300 لو انت قللت درجة الحرارة هيبدأ الابزوربشن الكيرف ده يتحرك لقدام حبك هيبدأ يمتص طاقة طاقة اعلى شوية ومش كده وبس هيبدأ يظهر عندك حاجة بنسميها دي بنسميها البيك البيك دي هناقولها نتكلم عليها من شوية بعد شوية بسيطة طيب ببساطة ببساطة خالص الاجسطونيك بيك انا دايما انتفقنا ان عندي ماتيريا اللي هي باند جاب ببدأ من ببدأ من يعني طاقة اللي هو وابقى عندي كمان طاقة أي ماتيريا اللي هي مهمين جدا اللي هو مفروض ان انت عارف ان اي ماتيريا من دون الوقتي فيه الكترون هنا موجود في لو سقط عليه ضوء وليكن هيبدأ يمتص ضوء ويعمل هنا يتحرك يبقى يبقى فوق هنا فلو يتحرك يبقى فوق هنا هيبقى الشكل بتاعي ببساطة خالص ان هنا فيه وال والسيمي كوندكتور وهنا فيه الكترون يعني اعم تصيد ده خلاص يعني ده خلاص اعم تصيد وروح خلاص يبقى فيه عندي هول وإلكترون الهول ده يعني شحنة مجابة وإلكترون يعني شحنة سلب مفوض ان الشحنة المجابة الشحنة السلبة بناء على قانون كلهم ببقى بينهم قوة جذب يبقى فيه يعني فيه قوة جذب بينهم قوة الجذب ده بنسميها بايندينج انرجي البيندينج انرجي مثلا في حدود 4 ملي في البالك ما تيضي طيب في درجة الحرارة 300 لما يكون درجة الحرارة 300 بتولى كمية هتساوي كمية هتساوي كيف تي الوثابة ملتزمان في درجة الحرارة تي الكلام ده عنده 300 بيعادل 25 ملي الكترون هولت 25 ملي الكترون هولت طيب يبقى لما طاقة الحرارة تبقى موجودة اعلى من البيندينج انرجي بكسر الربطة ما بين مين ومين ما بين الهول واليكترون فعشان كده فعند 300 درجة الاكزتونيك بيك ما ظهرتش اما الليه لما يحصل ان درجة حرارة تقل ما هو درجة حرارة قل يعني السرم الانرجي قلت فالسرم الانرجي قلت معناه انها مش قادرة تتغلب مش قادرة تفتت الايه الاكترون والهول اه اه اتراكشن فورس تتغلب على قوت الرابط ما بين الاكترون والهول وبالتالي الاكزتونيك بيك بدأ تزر يبقى ناخد بالنا ان درجة الحرارة ما بتقل يحصل انه او يبدأ امتصم امتصد اعلى شوية لانه حقيقة البند جاب في درجة الحرارة بتبدأ تزيد مع درجة الحرارة ما تقل وفي نفس الوقت اذا عندي حاجة اسمها الاكزتونيك بيك مهم جدا تبقى فيها من الحديوط طبعا الكلام ده بنتكلم على مين نتكلم على طيب لو جاء نتكلم على مش بلق نتكلم على مين نتكلم على طبعا حتة دي اللي احنا عدناها دي تكلمنا عليها برضو قلنا ان الضوء في عندي ضوء احمر بيتحرك وطبعا كل ما الفريكوانسي بيزيد كل ما الضوء فالازرق هنا كمام كده يناظر طبعا طبعا هنا فيه طبعا مش كده مكتوبة مش مزبوطة طبعا مش مزبوطة لانه طبعا الازرق هو التردد الاعلى والويبلينس الاقل يعني دي ربعمية وخمسين وده هو السبعمية وخمسين او ربعمية وده السبعمية وخمسين خلاص مهم جدا انت بعرفها فالاحمر ينظر العاني والازرق ينظر الويبلينس الاقل ومفرود ان ده كنتك كيرف بتحرك للتردد اعلى يبقى بتحرك الويبلينس اقل فبعمل بلو شيفت زي ما انت تشايف طبعا الويبلينس هنا الحركة دي حركة والويبلينس ده بيزيد بالشكل ده كده زي ما انت شايف بتحرك ناحية ناحية الويبلينس الاعلى اتحرك ناحية الاحمر. بس احيانا بتحرك ناحية الويفلينز الاقل. فانا اكني بتحرك ناحية البلوشفت او بعمل البلوشفت. مهم جدا انا حكاية. طيب. بقى انا اتكلم على الابزوبشن في الكوانتم ويلز. طيب انا الكوانتم ويلز استراكشور هي الاستراكشورز. اللي فيها السيكنس بتاع اا دايمينشن معين بقى اقل بقى بالانجستر. لبقى انت اجبت الشيتز كده. لها اكس وواي لكن ملهاش زت. او زت تاحة صغير جدا. طب ايه اللي يحصل? اولا ابزوبشن بتاع الكوانتم ويلز شكله بالمنظر انت شايفه دا كده. بيزيد عن التردد معين بقى يزبط بقى يزيد ويزيد ويزبط بالشكلة. طب يحصل ايه لو درجة الحر قالت نفس الكونسلت بالضبط. يحصل انه التردد اا اللي انا ببدأ امتص منه بيبدأ يزيد شوية. وكمان الاكسطونيك بيكس بدأت تظهر. اكسطونيك بيكس بدأت تظهر. بس هنا في حاجة مهمة جدا. يقول لك الاكسطونيك بيكس ظهرت عند تلتمية كمان. يعني عند تلتمية بدأت تظهر الاكسطونيك بيكس. وزادت اكتر ما درجة الحر قالت. طب ليه? لان ببساطة خالص في الاكسطونيك او في الكوانتم ويلز انت حاصر الكارييرز حاصر الالكترونات اوي. فما تحصرها عامل كونفايم انت انت مقلل في اتجاه معين فقوة الربط زيادة. عشان كده اقول لك البايندينج انرجي في الكوانتم ويل يقوة الربط بين الالكترون والهول يعني ما بين الاكسطونز بتبقى تقريبا اربع مرات البلق. وبالتالي درجة الحرارة ما بتقدرش تتغلب عليها عند درجة روم تيمبريتشر. عشان كيف تدقى تظهر اكسطونز فين? في الروم تيمبريتشر. وطبعا كل ما درجة الحرارة قالت كل ما الاكسطونز بدأت ايه? بدأت تزيد. الاكسطونز بدأت ايه جماعة? بدأت تزيد. طيب. بديه حاجة مهمة جدا تبقى انت فهمها. تمام? وانا طبعا لو انا افترضت ان في البالك بتروح من خمسة لعشرة ميلي اكترون فولت. فها قريدي بتتكلم من عشرين لاربعين ميلي اكترون فولت فين في الكوانتم ويل. وبالتالي عند درجة حرارة تلتمية. عند خمسة وعشرين ميلي اكترون فولت ليه كمية السرم الانرجي. ما قدرش هتغلب على الكوانتم ويل. اكسطونز. خلاص كده مهم جدا. عشان كده بقول انه دايما بتزهر في الكوانتم ويل. في البالك بتده تزرب مع زوء مع الان درجة الايه? مع الان درجة الحرارة. طيب. بس طبعا انت الوقتي بتعدل في الابزوربشن كيرو. معامل معدل الامتصاص او شكل الكيرو بتاع الامتصاص. بس التعديل ده بيزدل على درجة الحرارة. انا مقدرش اعتمد على التعديل ده عشان اعمل ديفايس. يفضل نعتمد على ايه? زي ما اتفقنا في اول ما اتكلمنا في المخاضرة نتكامل على جهد. ومن هنا بنتكلم على حاجة ما نسميها الفرانزي كيلش افكت. الفرانزي كيلش افكت عبارة عن ايه? عبارة ان انت بدل ما تأثر على الماتيريال في درجات الحرارة مختلفة هتأثر بالك فيلد او جهد مختلف. خلي بالك انا مثبتها درجة الحرارة عن تلتمية كيلو. هبدأ اغير درجة هبدأ اغير الجهد الخليجي يعني هوقع الماتيريال تحت تأسير مجال كهربي. فقيمته مثلا لو كان هنا قيمة المجال بصفر. هحصل على الكيرف ده كده. اللي هو الصولد ده. طب لو الالكتريك فيلد زاد بقى قيمته مية كيلو بولت لكل سنتيمتر. هيبقى الكيرف ده ما شايفين قدامه كده. طب ايه اللي حصل? بساطة خالص انه الماتيريال بتاعي كان بتبطسط ردودات او فوتونز اقل حاجة كان وان بوينت فور تو. لا. ده انت لما حطيت جهد كهربي ساعدت الماتيريال اللي هي تمتص التردودات اقل. خدت بالك تردود ايه? اقل. ايك ان الانكريزينج الالكتريك فيلد ايك انك بتعمل الريد شيفت. فيلمة ريد شيفت يعني ابزور بتردودات اقل او ويف لينسز اعلى. وهي ما جادة الحكاية دي. طب تفسرها ايه? بكل بساطة تفسرها الاتي. الناس تخلي بلها معانا. تفسرها ايه? احنا اتفعنا وتكلمنا من شوية بسيطة على البان دياجبان بتاع الماتيريال. وقلنا ان السيمي كوندكتور دايما بقى فيه وفيه 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 فرق طاقة بينهم. الالكترون هيسقط هنا. هو فوتون هيسقط هنا. هيصير الالكترون. عشان الالكترون يطلع من هنا لهنا. لازم ان الفوتون تقطه تساوي اي جي على الال. اللي هي في الجاليام ارسنايكات وان بوينت فور تو. طيب ايه اللي يحصل لما تطبق الماتيريال او تأثر على الماتيريال بمجال كهربي? لما بأثر على الماتيريال بمجال كهربي? هتلاقي الباندي داياجبان ده حصله تيلت. بدأ يميل بالشكل ده كده. وهي الفكرة هنا. فكرة تليميل في التيلت بتاع الالكترون. طب ليه? لان البساطة خالص انت دلوقتي هتقول فيه فوتون هيسكت. بس طاقته مش طاقة الباندي جيب ده طاقته اقل شوية من الباندي جيب او بالابزورفن ايج. هنقل شوية. معنى كان الالكترون هيطلع من هنا. مش هيوصل هنا. هيوصل حتة قبل كده. صح كده? طب لما يوصل هنا هناخد بعض دول جاعة تاني? لا. ليه? في حالة هنا لا. ليه? لانه هنا لمح ان فيه ستيت فاضية. خلي بالك ان الالكترون المفروض يطلع. بص كده معايا تاني عشان الناس تبقى فاهم الحدوطة دي. نرجحها البساطة اخوة الالكترون هيطلع من هنا. يطلع يروح هنا. اهو. لازم يوقف هنا. او هنا. او هنا. او هنا. يبقى اي حاجة من دول بيتمثل لي ايه? بيتمثل لي استيت. الاود استيت الالكترون في الكوندوكشن باني. فاللكترون خد طاقة قليلة. مش المسافة دي. فيوقف هنا. بس الحقيقة ياهو واقف هنا. مش قادر يطلع فوقه في الطاقة. مش قادر يتحرك رأسي. تاني طاقته قليلة. لكن ممكن يعمل حركة افقية. عشان يروح يسكن في الحتة دي. ما الحتة دي الفرق بينها ومن حتة دي. الحتة دي طاقتها عالية. لكن حتة دي طاقتها زي طاقته. بس قريبة منه. في الحالة دي بيعمل حاجة اسمها تاني لينج. يعني قدر ان يتحرك مسافة افقية. عشان يروح لستيت مقربة للطاقة بتاعته. ومن اللي يساعده على الطاقته? الفوتون. فوتون طاقته اقل من طاقة البندجاب. فاللكترون يمتص الفوتون ده. وقدر يطلع فوقه ويعمل طاقته. عشان جام يسميه فوتون assist الطاقته. يبقى تأسير الالكترك فيلد. بعمل تلت البندجرام. معنى كده انا بخلي لستيت دي كلها مش لها نفس الطاقة. بخلي لها طاقات مختلفة. وبخلق فرصة ان الماتيريا تقدر تنتص فوتون او تنتص دو طاقته اقل من طاقة الاي جي او البندجاب انرجي بتاعت الماتيريا. كويس? عشان كده بنفسر تاني. اهو نبص على ايه اللي يحصل لما درجة الحرب تقل. هتلاقي انه الماتيريا بتاعتك كانت بتنتص بداية من قيمة ده. لما درجة لما حصلت بجهد عالي الماتيريا البدأ التنتص من ترددات ايه اقل او طاقات اقل. وده اللي احنا قلناه وفسرناه. مهم جدا تبقى فاهم لحد دوطة ده. طيب. طبعا يبقى انت الوقتي عندك فرصة لتعديل الابزوربشن كيرف. الكلام اللي اتكلمنا ده كان على البالكي ماتيريال. دلوقتي هنتكلم على الكوانتوم ويل. لو انا جبت مادة كوانتوم ويل. قللت التلت ابعاد وبعندي بعد واحدة. بعندي بعدين والبعد التالي ما فيش فيه سيكنس. او سيكنس اقل من دي بروجلي وبلودز. هيحصل الانتصاص ده ما انت شايف كده. اتكلمنا الحجاب لكده وظهور الاكزيتونز. لكن لما تحصل انك انت تزود الجهد. او تخلي فيه الاكتريك فيلد. الماتيريال تحت تأثير مجال الكهرابي. بقيمة 20 كيلو هولت لكل سنتيمتر. هيبدأ الكيرف التفس الطريقة. اهو. من نقطة ده. بدأ يمتص طاقات اقل. يعني برضو عمل ما يسمى بالريتشفت. مهم جدا. تبقى عارف ليه الحكاية دي. طيب. هو انا ممكن اولد 20 كيلو هولت ولا 100 كيلو. اسهلة بقولي 20. طب 20 كيلو فولت لكل سنتيمتر ممكن اصابها بشكل تاني. لو انا روحت عالصانتي. وحولتها المايكرو. انا روح اقول الصانتي هشيلها وحط مكانها مايكرو. فاقول الكلام الله ان الصانتي ده بتساوي 10 او 4 مايكرو. الناس عرفها في التحويلات. طب والكيلو هي 10 او 3. يبقى الكلام ده 20 في 10 او 3. على 10 او 4 مايكرو. لكني بسطة ليك عندها يساوي 2 فولت لكل مايكرو ميتر. اكني بقول لو انا جبت مادة سيمي كوندكتور. كويس? السيكنس بتاعها واحد مايكرو. واصرت عليها بمجال كهربي. هيطلع قيمته كام? لازم قيمته في حدود 2. 2 فولت لكل ايه? لكل مايكرو. طيب. بس انا اجيبه ازاي? اخلى المجال الكهربي ده ازاي? وازاي يخلقوا يبقى قيمة سابتة? انا عايزة قيمته تبقى ايه? يبقى سابتة مش متغيرة. فقالك ببساطة خالص كلنا familiar بالBN junction. اول ما تجيب الB layer جنب الN layer. اللي هي مواد دوب دي سيمي كوندكتور. بـ different duping material. بماتيريال شوائب مختلفة. لما تحطوهم جنب بعض. بتبدأ تظهر بينهم منطقة بنسميها depletion layer. او المنطقة الايه? العزلة او المفرغة من الشحنات الحرة. بل سفيها شحنات بنسميها شحنات ساكنة. اللي هي البوستف iron والنيجاتف iron. طيب. لما تيجي تقولوا والله الماتيريال دي هوصلها reverse price. فيش طائرها يمر. ما فيش شحنات ايه حر. شحنات بتحرك. لكن الشحنات موجودة جوها والشحنات ساكنة. طيب. كل ما تزود ال reverse price كل الماتيريال دي ما تفكنا تدحى بيزي. طيب ما تيجي تترسم بقى electric field. من اول هنا لغاية هنا. electric field ببساطة خالص هو تجميع الشحنات وانت ماشي. فانا وانا ماشي من هنا الهنا ما فيش شحنات هنا. الشحنات ساكنة. ما فيش هنا شحنات ساكنة في المجال الكهرابي برد بليشن دي يرقمته بصفر. يبدأ يظهر وانت ماشي من الشمال اهو اليمين اهو. ماشي من الشمال ايه? اليمين بالشكل ده كده اهو. هلاقي بتظهر لي شحنات سالبة. ما جمحها هلاقي قيمة electric field. electric field ده مجموعة الشحنات اهو. طبعا كل ما مشا ليه الشحنات بتزيد. فالكتر كفيل ده عمال بيزيد بس بالسالب. بعد ما اوصل لأقصى حاجة يبقى الشحنات كلها خلصتين والسالبة خلصت. هبدأ عدي على شحنات تانية لمنطقة البوسط في ايون. الموجة بيلاشيش سالب. فالكتر كفيل دي يبدأ يزيد تاني بالمنظر ده كده هوا. لغاية ما ايه? ما الشحنات طبعا هعرفين في الموجة بقى دي السالب. يشيب يشيب بعض فيطلع الكتر كفيل ده بره بصفر تانية هوا. يبقى جوة في مجال عامل بالطريقة دي كده. مجموع الشحنات السالبة اهو. كل ما تحرك الشحنات السالبة بتزيد. بيزيد. لغاية بعد كده ما تخلص الشحنات السالبة تيجيب اقصى حاجة الفيلد. كان الشحنات الموجة ما تبدأ تيزيد هيه? الفيلد بانه برضو ببدأ يزيد بالشكل ده كده. بس الفكرة ان ده عند نقطة. اهو? عند عند ده كده. كمته كده? لأ ده انا عايزاي يبقى ثابت خلال معينة. فقال لك عشان تعمل الحكاية دي. بكل بساطة مش هتتعامل مع البي ان شونكشن. هتتعامل مع حاجة بنسميها البي اي اي ام. بي و ان بس منهم مادة انترنسك. طب ليه هعمل الحكاية دي? بكل بساطة بص لو انت بصيت كده هتلاقي عندك كده بكل بساطة اهو. انت الوقت عايز تجمع الفيلد. طبعا الكلام ده برضو تحت تأسير اللي هو جهد انت هتحطه من بره. فطبعا اول حاجة انت الجهد هنا بصف. ومجالنا بصف وهنا بصف ازا ما الشحنات السالبة تبدأ قيمتها تجمع وتزيد تظهر لي مجال اهو. وبعا اي كده الفانتاء دي ما فيش اي شحنات. فالمجال يفضل يسابت اهو. سيبت اهو. كي يبدأ يقل تاني اهو. بان انت كده حصلت على مجال سيبت. بان انت عايز تولد مجال? اه. ولد عن طريق البي اي اي ا. طبعا تقدر تحط بتاعك واحد مايكرو. تحط جهد بره اتنين فولت. بانت كده تتكلم على اتنين فولتة على واحد مايكرو بتديني الفيل دي اللي انت عايزو. واحد مايكرو. طبعا الديزاين بتاعي ساهم دي. نتكلم ازاي نولد جهد. وآآ ونستخدم تلي العمل ازاي. طيب. دعا بقى نتكلم على الكونفجريشن. الخاص بالالكترو اوبتيك ابزوربر موديوليتور. بيزد على بيزد على الايه الكوانتم والكونفجريشن. طيب تعالي نشوف. بساطة خالص. اهو. ده الخاص. بالالكترو اوبتيك ابزوربر موديوليتور. بيزد على الكوانتم والي. تعالي نشوف. اول حاجة استخدم هاي ماتيريال قاعدة من الجاليوم ارسنايد. ده المواد اللي هتعايق معنا ستكون مواد دايركت لاما جاليوم ارسنايد لاما انجيوم فوسويت وهجادي. وبعدين راح حط فوقها ليير كده. اسمها اللامونيوم جاليوم ارسنايد نوعها اني طايب. نبحط هنا ان. بك يا راح حط بي فوقها. الامونيوم جالي برسنايد نوعها بي. باكده خلا بي ان. وما بين ال بي والان حط اي. اي هي ايه? اللي هي عبارة عن الانترينسيك لاير. طب الاي دي هنعملها من ايه? قلنا هنعملها من القوانتم ويل نخلي باله. هنعملها بالقوانتم ولي ستراكشور. طب القوانتم ولي ستراكشور ما قدرش اجيب قوانتم ولي سيكنز بتاعه واحد مايكرو. ده عبارة عن صح كده? كل كل حاجة في الانجستروم. فانت عشان تجنريت سيكنس واحد مايكرو من الانجستروم فانت محتاج على الالف لير. محتاج على الالف الكامل ايه? الف ايه? الف لير. لو افترضنا ان الكوانتم والي السيكنس بتاعه تين انجستروم. وضربت الكلام ده في الف. فطبعا عشرة. في الف يتبقى عشرة قصة باربعة. والانجستروم عشرة قصة ناقص عشرة. بيطلع كلام ده واحد. فعشرة قصة ناقص ستة يعني واحد مايكرو. يبقى انت هتبدأ ترص كوانتم وينز بالثيكنس واحد مايكرو واحد مايكرو. تحصل في الاخر على ايه? تحصل في الاخر على انترينسيك لير. مهم جدا تبقى فاهم انه اللير زي اللي ما تترصي فوق بعضها. تمام? تبقى فاهم حاجة مهمة جدا بقى. ان لازم بقى فيها ماتشنج بين الاسطوح. لازم تبقى ايدنتيكا. مهمة او. طيب لو ما حصلش الكلام ده. بقى ديفايس كفقته بقية مش مصدق. طيب الضوء هيدخل منين هيدخل من فوق. وهيخرج من تحت. عشان كده هو عمل هنا فرغ من تحت السبسترش بتاعتي. الضوء هيدخل من فوق. هيعدي على البي ان جونكشن. هيمر في منطقة الان هيتأثر بمجال. خلي بالك هو دخل هنا. دخل هنا ما فيش مجال. حط على ايه? حط على البي ان جونكشن هنا جهده هو. مهمتوا ليكن كام تو فوق. فاتفقنا من بين البي والان المنطقة دي ومنطقة دي ما فيش فيه ومجال. المنطقة دي بس اللي فيها مجال كهربي. ومجال سابت زي ما فاكر مجال ايه? مجال سابت مش متغير. زي ما شرحنا فوق. يبقى الضوء اول ما يدخل على الماتيريال ده هين? والماتيريال تحت تأثير مجال كهربي يبقى فيه سيرتن الفا. في سيرتن معامل امتصاص اسمه الفا. او. والالفا ده فين 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 في الجهد. طب هو مرة على كذا كونتا موليجر كل كونتا موليجر كمياتها ايه? ان عشرة انجسون. بالتالي يبقى اي اني سوي ايه وصناس الفا في ان في تي. تي والثيكنس بتاع كونتا موليجر. صح كده? طيب معنى كده انه الاوبوت انا عارفها. تغير بقى الجهد من برا. الالفا تتغير. يبقى الاوبوت هيتغير. بس تبقى انا عيب الديزاين ده ايه? عيب الديزاين ده ان الكوانتوم والستركشور زي هنا بتبقى دايما بتتأثر بالناس بتبقى ايدنتي كالكوانتوم والستركشور. طبام? حاجة مهمة جدا. طيب. الوقتي بنتكلم على انه فيه عيب في الستركشور ده. احنا ممكن نبني الستركشور ده باستخدام ما يسمى بالريج ويف جايد. نبني الستركشور ده بحاجة بنسميها ايه جماعة? الريج ويف جايد. طب يعني ايه الريج ويف جايد? اللي ما احنا شايفين قدامنا كده. اللي قدامنا ده بنسميه نورمال كروس سيكشن. ماسقط عرضي. قدوها يسقط ايه? هسقط في الوش كده عليك كده. هنشوف ازاي هسقط الضوش. هنعمل نفس الحدوتة. هستخدم سابستريت ويقوم في الحالة من الانديم فوسفايد. وابدأ احط فوقها اللير ان تايب. انديم جاليب ارسنايت فوسفايد ان تايب. وارجع هحط تانية تانية اسمها ان تايب باردو. تخلي بالك انا معلت ايه? انا عملت ان. وتحت هنا طبق اسمها ان. الاتنين ان. والشكل ده بنسميه ريج ويف جايد. طب واحد ايه طب ليه عملت كده والله? عشان اما حط الالكتروض. انا هتفقد انا عوصل بين الان والبي جهد. انا بتحط الالكتروض افقل. لو انت محطتش اللير ديه تتحط الالكتروض بالشكل ده كده وده صعب. انت كده بتسهل عملات الايه? فابريكيشن. لبا انت كده بتستخدم ريجي ويف جايد اللي با دايما فيه جزء هنا وجزء هنا. نفس النوع. لبا كده عشان تستخط الالكتروض بتاعك. لان اتفقنا عايزين نوصل البي والان. عايزين نوصلهم بجهد. ان نولد اه قيمة اللي احنا عايزين. طب انا هستخدم هنا وهنا. ان طيب وبي طيب ماتيري المعملون من الانديام جاليام ارسنايت فوسفايت. واستخدم منطقة في المص اسمها انديام فوسفايت اللي هي تعتبر منطقة الانترينسيك ليير. يبقى كل الماتيري هنا ايه سيمي كوندكتور. خلي بالك انا استخدمت بلق. روح تجبت الماتيري اللي هي فيكنيز من او بوينت او وان ل او بوينت فالف ميكوميتر. ما قلتش باك وانت امويل ولا حاجة. فابريكيشن اسهل كمان. تغلبت على حيط نستخدم لييرز اللير سيكنس بتاعها تفيع والكلام ده كله. طيب يبقى انت هجيب ماتيريال تخطها انترينسيك ما بين بي والان. يبقى انت كده عملت بي اي ان وتوصل ريبرس بايس. فانت قريدي يبقى المنطقة دي معرضة لالكتريك فيلد. قيمته واحدة وسبتة. وزي ما اتفقنا قيمته بتساوي ايه? تساوي قيمة الجهد على السيكنس. فانت لو انت مسلا بتتكلم على مسلا وليكن واحد فولت. مسلا. يبقى هنا عبارة عن واحد فولت. على السيكنس اللي هو مايكرو. مش كده? مايكرو ميتر. تمام? فطبعا يبقى كده بتكلم على عشرة فولت. وان بوينت وان دي هي الهنا. عشرة فولت لكل واحد مايكرو ميتر. صح كده? يبقى ايه كده بولد ايه? عشرة فولت ايه? في الميكرو ميتر دي هو واحد. لو انا حطيت نص مايكرو خليت زودت السيكنس ده شوية. دي معنى كده ان الجو الاكتريك فيلد اللي هيتولد عبارة عن واحد. واخد بالك على كام? واحد على مايكرو. يعني كده يطلع ايه? يطلع اتنين فولت لكل مايكرو. انت ولدت هو اللي انت عايشه. ولدت ان انت ايه اللي انت عايشه. وهكزا. مهم جدا الحكاية دي. مهم جدا الحكاية دي. طبعا الواحدة دي بيسعل نفسه. الواحدة دي بيسعل نفسه. ليه الارقام دي بالذات? لان اتفقنا في البلك ماتيريال انت عشان تقدر تغير الابزوربشن كيرف وفيتنا بحتاج حوالي ميت اهو كيلو فولت على السنتيمتر. فكين الحكاية دي? لو اننا عايزين في البلك ماتيريال جهد الكتريفيلد اعلى شوية. عايزين ميت كيلو فولتر كل سنتيمتر. طيب احنا ده فانا ممكن نحول الشكل ده لايه? ان السنتيمتر اللي ممكن يساوي كامل يساوي عشرة. باور اربعة. مش كده? مايكرو. طيب ده مقام تين في عشرة او مية في عشرة استنائتها يعني الكلام ده تين باور فايف. فولت. طيب الكلام ده اللي انا صفيته. انا يبي يساوي كام? عشرة فولت لكل مايكرو ميتر. الكلام ده يساوي عشرة فولت لكل مايكرو ميتر. كده تمام يا جماعة? فعشان كده لو انت حطيت السكنس ده بقى اقلم المايكرو ميتر فانت كان بتقلق قيمة الجهد ده. بتقلق قيمة الجهد ايه? ده انت عايزت عشرة فولت لو انت حطيته ده واحد مايكرو ما تحط هنا عشرة. طب لو حطيت هنا نص مايكرو ما حط خمسة. في كلتا الحالات انت هتولد القيمة اللي انت عايزة هنا اللي هي تنوازر مية كيلو فولتر كل سنتيمتر. وده نحن بتعامل مع ضنك. زي ما اتفقنا ده بتاعك ده شكل عرضي لي. ثم اللي ضوء هيمشي ازاي? مفروض ان احنا عارفين ان ضوء هيمشي فين? بالطول بقى. هيمشي في طول الويف جايد. بتاع نبص على الحكاية دي عشان نفهمها. احنا اتفقنا قبل كده ان كلمة ويف جايد يعني ايه قبل كده? وانها عندي كور وكلاد. الكور هي المادة دي. والكلاد هي اللي حواليها. يبقى الان والبيد والكلاد للكور ده. يبقى الضوء هينحصر هنا. وهيقدر يمشي في الايه? في الماتيريا اللي ايه? الكور دي. وعشان يمشي في الكور طبعا شرط الويف جايدنج هنا ان الريفراكتيف اندكس الانديام في سفايت يكون اعلى من الايه? الريفراكتيف اندكس الانديام في سفايت. طبعا سبب اختيارنا الانديام في سفايت ان الموديوليته ده يقدر يشتعل في عند تردودات الفايبر بالتالي ممكن يتزرع جوه الفايبر تمام؟ يدخل يتغير بتاعتي طيب تعال بص الشكل طولي بقى خلي بالك احنا بصينا على الشكل العرضي الشكل العرضي اللي هو ايه اللي هو لو لو هنرسم ده اللي هو الشكل ده كده اللي هو ده الاتجاه ده الرسمة اللي رسمناها من فوق الاتجاه العرضي لكن الضوء هيدخل كده قدامه انديام فوسفايتاو وحواليك لات فوق وتحت فالضوء هنا محصور هيتحصل في الانديام فوسفايت ادى البي والاي والن هيتحصل هنا نتيجة ان هنا اعلى من هنا وهنا طبعا الان موجودة على سيما احنا شايفين كده وطبعا نضو طول الديفايس هنا دي اهو حط الديفايس اللي انت عايزه بقى اي طول صح كده يا جماعة وطبع ازا اتفقنا الجود بنحطه في اتجاه العكس اللي هو اتجاه الايه الاتجاه الاخر يبقى الضوء داخل من حتة اهو طبعا بستخدم عادزة عشان تقدر تركزه اكتر في الكور يقدر يمشي الضوء زي ما انت شايف كده يمشي اهو وطول ما هو ماشي جوه الماتيريال يقدر يحصله ايه تم يحصله امتصاص وبالتالي الاوبوت انتينيستي هنا تختلف عن الانبوت يبقى الاوبوت انتينيستي كانت عالية الاوبوت انتينيستي بقى ايه بتبقى قليلة من نظر ده كده ليه لان الماتيريال دي امتصط طب الانبوت يساوي كامل الاوبوت يساوي كامل يساوي الانبوت مضروف في ايه Abls mi دي بقى المرة دي انت بتتحكم فيها بلي انت عايزه الالفا ده معامل الامتصاص وبتحكم فيه عن طريق الغهود الخليجي زي ما اتف perimeter غير الجهود بتاعك الالفا تتغير والالفا تغيرت يبقى الالفا دي تغيرت يبقى معنى كده ان الاوبوت انزيته تغيرت ما أنت كده عملت ما يسمى بالالكترو اوبتيك ابزوربر موديوليتور موديوليتور الاوبوت انتنسي بتغير عن الامبود عن طريق ان المادة دي بتأبزور بجزء من اللايت بتأبزور بمعامل من الانتصاص اسمه ألفا وليها سيكنس اسمه دي كل ما البي بتغير كل ما الألفا بتتغير كل ما الاوبوت انتنسي بتاعتي مالها بتتغير مهم جدا تبقى فاهم الحدوت وطبعا اتفقنا ان الثاكنس بتاعي بيقوح من واحد 0.1 ل 0.5 بيقوح من 0.1 ل 0.5 بمتش راحنا من شوية وقلنا عشان اوصل لقيمة 100 كيلو فولت لكل سنتيمتر يعني 100 كيلو فولت ولكل سنتيمتر ينظر كام ينظر 10 فولت انت ما تنزل بالثاكنس بقى ما تنزل بالثاكنس يبقى انت كنت لعشرة فولت في الاخر يتحول ايه حول 1 فولت فانت ما كان لو انت حطيت 1 فولت هنا وسيكنس بتاع الكور بتاعك كان قليل ب1 من 10 لكن يمكن تحط جهده قليل وتحصل على الالكترو كفيلد اللي انت عايزه اللي هو ينظر 100 كيلو فولتر كل سنتيمتر مهم جدا تبقى الحكاية دي تبقى انت عارفة هيرظل اننا حارفين انه احنا من اي وجاي درسنا قلنا انه الضوء لما بيمشي هيمشي جزء منه جوه الكور وجزء منه جوه الكلاد صح كده جوه الكور وجوه الايه الكلاد فانت لما جيت حسبت الابوت انت نستيقلت والله عبارة عن اي اموت في اي وصناص الفا دي على اساس ان معامل الامتصاص هنا بتكلم على الضوء كله صح؟ لكن هعرفين نتيجة انه في جزء من الضوء بيمر في الكلاد معنى كده ان الالفا بتبقاش الفا افكتف بتبقاش الفا بتبقى الفا افكتف نتيجة ايه؟ نتيجة تأثير ايه؟ في الضوء اللي بدخل في الكلاد وبالتالي يبقى معامل الامتصاص بتاعي تمام؟ الافكتف بيسوي الفا في جاما وجامل نتيجة الconfinement factor اللي بدوحدة ديما من واحد اللي ستة من عشر يبقى احنا اتكلمنا فيه هنا المحاضرة اتكلمنا على وده ديفايس مشهور جدا مطلوب جدا في ايه؟ الانتجريتد فيتونيكس او ايه؟ الديفايس طبعا الابزوربر بيعملوه بميكانيزمس مختلفة دي واحدة من الميكانيزمس اللي اتفقنا عليها انه بجيب ماتيريا اللي هي قدرة على الامتصاص فامتصد جزء من الضوء فالضوء قلب مفروض انه فيه ميكانيزمس مختلفة زي ما منسمي نعرف ميكانيزم اسمه فممكن برضو يتم عمل بيه ان شاء الله نقدر نتكلم عليه في مرات صدر في اخر المحاضرة اتمنى تكون المحاضرة مفيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة